بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أرحب بكم جميعا بمادتنا التدخل المبكر للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عنوان درس اليوم القياس والتقييم تعرفنا في اللقاء السابق على أعضاء الفريق مما يتكون أعضاء الفريق نعيدها مرة أخرى مديرة الروضة وكيلة الروضة معلمة رياض الأطفال معلمة التربية الخاصة التدخل المبكر معلمة تدريبات السلوكية ومعلمة النطق والتخاطب وذكرنا سابقا أن من مهام أعضاء الفريق جميعا هو إجراء القياس والتقييم والتقويم للطفل من يقوم به؟ يقوم به جميع أعضاء الفريق في القياس والتقييم والتقويم لأطفالنا ماذا يعني القياس والتقييم؟ ينظر إلى القياس والتقييم على إنه إجراءات مستمرة ومتواصلة ومتعددة؟ أعرف دائما أن القياس والتقييم إجراءات متواصلة ومستمرة ومتعددة في الجوانب يقوم بها فريق العمل أو أعضاء فريق العام العمل التي ذكرتها سابقا لتحديد أهلية الطفل لتلقي خدمات التدخل المبكر هل الطفل يدخل ضمن برنامج تدخل المبكر أم لا؟ لتحديد أهلية الطفل لتلقي خدمات التدخل المبكر والتربية الخاصة في مرحلة رياض الأطفال من خلال جمع المعلومات والمسح والفحص بأدوات متنوعة عن كل الطفل وتحليلها وتفسيرها من يقوم بها؟ يقوم بها أعضاء الفريق وقيام لجنة كاملة والقياس والتقييم لكل طفل دائما أربط هذه الكلمة القياس والتقييم بحياة الواقعية القياس مثال طفل لديه حرارة مسكنا الجهاز وأقسنا الطفل يوجد به حرارة القياس وجود الطفل حرارة قياس حرارة 39 درجة إذن الطفل ماذا؟ الطفل مريض إصدار الحكم هو التقييم إصدار الحكم هو التقييم القياس يكون بإجراءات وبأشياء من حولي ألاحظها أستكشفها من خلال الأجهزة التقييم إصدار الحكم النهائي مثال طفل أجرى اختبار في الرياضيات حصل على درجة 29 من 30 هذه نسميها قياس الحكم النهائي ما هو؟ هو التقييم الطفل ممتاز تقييم للطفل هو ممتاز هكذا نستخدم القياس والتقييم في برامج التدخل المبكر وعيدوا مرة أخرى القياس والتقييم هو إجراءات مستمرة لمصلحة الطفل والطفلة ومتواصلة ومتعددة الجوانب يقوم بها من؟ فريق العمل كما ذكرناه في اللقاءات السابقة للتحديد أهلية الطفل لتلقي خدمات التدخل المبكر هل الطفل يحتاج إلى برامج تدخل مبكر أم لا؟ هل الطفل عمره مناسب لدخول برامج التدخل مبكر؟ يقررها من؟ يقررها فريق العمل بمرحلة رياض الأطفال من خلال جمع المعلومات بأدوات متنوعة من خلال الاختبارات الموضوعية الاختبارات الغير موضوعية الملاحظة عن كل طفل وتحليلها وتفسيرها هذا هو مفهوم القياس والتقييم القياس والتقييم التقييم يقصد به الحكم النهائي القياس يكون بإجراءات متنوعة لإصدار الحكم النهائي أهداف القياس والتقييم ما هي أهداف القياس؟ رقم واحد تحديد الاحتياجات التربوية والعلاجية للطفل إذا أقصنا الطفل من خلال الملاحظة من خلال المسح من خلال الفحص الطبي والفحص النفسي والفحص الاجتماعي وكذلك من خلال الاختبارات المقننة والاختبارات الموضوعية أحدد احتياجات الطفل التربوية الطفل يحتاج إلى كذا والعلاجية الطفل يحتاج إلى معينات سمعية الطفل يحتاج إلى معينات بصرية للطفل اثنان من أهداف القياس والتقييم الذي يوصى بها فريق العمل التعرف على مستوى آداء الطفل الحالي أهم شيء أعرف مستوى آداء الطفل الحالي أقيسه يجب أن أعرف جوانب القوة للطفل وتقويتها وأعرف جوانب القصور والضعف وماذا وأعالجها من خلال الخطط التربوية العلاجية دائماً خطط التربوية العلاجية تعالج جوانب الضعف أهداف القياس التعرف على مستوى آداء الطفل الحالي سوف نتعرف ماذا يعني مستوى آداء الطفل الحالي في اللقاءات القادمة إن شاء الله ثلاثة توفير المحتوى اللازم لوضع أهداف برنامج الخدمة الأسرية الفردية أحرص دائماً عند وضع أهداف الخدمة الأسرية الفردية إشراك الأسرة لكي ينجح البرنامج الأسري الفردي توفير المحتوى يقصد به توفير الأهداف الأساسية لكل طفل أربعة تحديد نشاطات التدخل التربوية والعلاجية للطفل أوضح في إجراء القياس من أهداف القياس والتقييم أوضح النشاطات التي يحتاجها الطفل التربوية من خلال الخطط التعليمية والعلاجية من خلال خصائيات أو خصائيين علاج النطق علاج الوظيفي العلاج الطبيعي التقييم النفسي أو خصائي النفسي أوضح ماذا يحتاج الطفل من خدمات وبرامج التدخل المبكر أكمل من أهداف القياس والتقييم التعرف على نوعية الخدمات ما هي الخدمات التي يحتاجها الطفل لكل طفل يحتاج إلى خدمات خاصة به والمكان التربوي المناسب الطفل يحتاج إلى ماذا؟ هل يحتاج فقط إلى غرفة مصادر؟ المحناج إلى الدمج أوضح الطفل يحتاج إلى دمج 50% إلى غرفة مصادر 30% هكذا أوضح المكان التربوي المناسب للطفل أحرص دائما عند نهاية القياس والتقييم أوضح مكان التربوي المناسب للطفال ستة متابعة تقدم الطفل نحو الأهداف المطلوبة وهذا الهدف مهم جدا متابعة تقدم الطفل نحو الأهداف المطلوبة ولاحظ تقدم الطفل هل أتقن الطفل المهارة هذه؟ بعدها أقيس هل أتقن هذه المهارة؟ وبعدها أقيس وأصدر الحكم هذه مستمرة مع الطفل إلى نهاية العام الدراسي متابعة تقدم الطفل نحو الأهداف المطلوبة هذه أهداف القياس والتقييم للطفل من يقوم بها؟ يقوم بها فريق العمل جميع أعضاء فريق العمل من قائدة مديرة من وكيلة من معلمة تربية خاصة من معلمة رياض الأطفال والد الطفل وكذلك من؟ أحسنتم الخدمات المساندة معلمة النطق والتخاطب التقييم النفسي الخدمات الاجتماعية والعلاج الوظيفي والطبيعي هذه هي أهداف القياس وشبهنا القياس بواقعنا الآن في نهاية لقاء اليوم تدريب الطفل على مهارة التذكر مهم جدا أن أنمي الذاكرة عند الطفل كيف أنمي ذاكرة الطفل؟ أحضر للطفل بطاقات البطاقة الأولى الحمراء صورة حيوان خاروف أوضح للطفل هذه صورة ماذا؟ أسمي الصورة خاروف أحسنت خاروف أوضح لون البطاقة لونها ماذا؟ أحمر لأسجلها أين؟ في الذاكرة القصيرة المدى في الذاكرة القصيرة المدى لونها ماذا؟ أحمر أسمي الحيوان خاروف ممتازة يا نورة بطاقة الحمراء تحمل صورة الحيوان خاروف أنظر إلى البطاقة الثانية تعرف عليها ما لون البطاقة يا نورة؟ لونها أصفر ممتاز ماذا تحمل صورة؟ ماذا يوجد بها أي صورة؟ صورة جمل صورة جمل في أي بطاقة الجمل؟ في البطاقة في اللون الأصفر أحفظها في الذاكرة النورة وأكرر أكرر الأحمر يا نورة يحمل أي خاروف؟ يحمل أي صورة؟ صورة الخاروف الأحمر يحمل صورة الخاروف الأصفر يا نورة بطاقة تحمل صورة الجمل صورة الجمل طيب يا نورة أنا سوف أخفي الصور وأريدك أن تستعيني بالذاكرة القريبة ما اسم الحيوان الذي خلف البطاقة الحمراء ما اسم الحيوان يا نورة الذي خلف البطاقة الحمراء تذكري يا نورة وأعزز السلوك الصحيح ها يا نورة تذكري أحسنتي تقول نورة يوجد حيوان الخروف وأظهر البطاقة أمام نورة هل صحيح على نورة؟ خروف نعم صحيح رائعة يا نورة البطاقة الحمراء يوجد بها صورة الخروف ممتازة يا نورة رائعة وأظهرها أمام نورة طيب يا نورة ما هو الحيوان الذي يوجد خلف غير السؤال ما هو الحيوان الذي يوجد خلف البطاقة الصفراء ها يا نورة هذه هي جميع المهارات التي تقوي مهارة التذكر مهارة التذكر وتنشيط الذاكرة قريبة المدى ها يا نورة ما هي؟ أحسنتي يا نورة الجمل ممتاز أرفع الورق النورة صحيح يا نورة؟ نعم صحيح الجمل صحيح الجمل رائعة يا نورة أحرص دائما على تدريب طفلي بهذه الطريقة لتنشيط الذاكرة ممكن أحضر أرقام من واحد إلى عشرة وأقلب الورق يتذكر الطفل هنا البطاقة هذه يوجد خلفها العدد خمسة البطاقة هذه يوجد خلفها العدد واحد وهكذا يجب فعل ماذا؟ البطاقات تدريب الطفل على مهارة التذكر من خلال الصور والبطاقات هي أفضل طريقة لتنشيط الذاكرة ونمو الإدراكي للطفل وفي لقاء اليوم تعرفنا على أهداف القياس والتقييم للطفل الذي يحرص عليه جميع أعضاء فريق العمل لتنمية مهارات أطفالنا ومعرفة جوانب القصور والضعف لدى أبنائنا أحرص يا أبناء وأحرص يا أمهات وأحرص يا أخصائيين على تدريب مهارة التذكر من خلال الصور والبطاقات التي تساعد على تنشيط الذاكرة لأطفالنا ذوي الإعاقة شكرا جزيلا لحسن تفاعلكم اليوم معي وحسن مشاركتكم وأترككم في رعاية الله